في اليمن منعت ميليشيا الحوثي برنامج الغذاء العالمي تابع للأمم المتحدة من تشغيل مطاحن البحر الأحمر في الحديدة وذكرت مصادر ميدانية أن الميليشيا الحوثية منعت الموظفين التابعين للبرنامج من الوصول إلى المطاحن وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من مخاطر تعرض الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المخزنة في مطاحن البحر الأحمر من التعفن